تقوس عيد الأضحى المباركة التي تقترن بشعيرة نحر الأضحية لازمت هذه السنة تدابير وقائية حددتها السلطات العمومية لتجنب تهديد انتشار جائحة كورونا تدابير تفرض جملة من الشروط على مهني الجزارة منها إجراءات الفحوصات الصحية الخاصة بالكشف المخبري عن الفيروس وأيضا ضرورة حيازة رخصة مسلمة من السلطات المحلية روبرتاج حفظ محضار عياد سرتي وعبد الرحيم حاشي حسب الموعد المتفق عليه سلفا يحضر الجزار خالد إلى منزل هذه الأسرة التي أوكلت إليه مهمة ذبح أضحيتها وتحضيرها بعد تأكد من حيازته لرخصة من السلطات المحلية تخول له هذه المسؤولية وإجراء فرضته الظرفية الصحية الاستثنائية في ظل تفشي وباء كوفيد 19 وهو ما ألزم ممتهني حرفة الجزارة باعتماد تدابير وقائية محددة لحماية الأسر من تهديد انتشار الجائحة العالمية سلطات المعنية اللي وفرت لنا كاملة الأجهزة باش نخدمون الحمد لله اللي وفروا لنا داروا لنا التحاليل وداروا لنا باش ألحسب هذا الوباء هذا والحمد لله وفروا لنا كل شيء للبطج باش نخدمون الحمد لله والرخصة وحتى المواطنين الحمد لله رات تجاوبوا معنا وقبلوا اسمتهم ديانا هذا الشيء كان حفاظا على سلامة نحن وسلامة المواطن فهذا أزمة كورونا كان صعيب أنه نحتفله بالعيد وقرينا أنه نجيبه جزار اللي هو محترف متوفرة فيه الشرط مطلبة أنه دير الاناليز ديال كوفيد ديسنف بجميع الشرط دياله عنده البطج دياله عنده مسئل دياله وقاية لنا وكان صح أي واحد قصي يجيب جزار محترف إلى ما كانش هو اللي أديد بحرسه لأن هذا العدوة هذه لا إله إلا الله وكان طلبه من الله السلامة والمغفرة عيد الأضحى هذه السنة افتقد لطعمه المعهود في غياب أجواء وتقوس الفرحة التي لا تكتمل إلا بلقاء الأسر تداعية الجائحة العالمية أرخت بظلالها على الطابع الذي يسم فرحة العيد في ظل التزام الأسر بتدابير الصحية الويقائية التي تتجنب التجمعات العائلية مخافة التساع رقعة الإصابة بهذا الوباء اللعين عيد شوية هذا النوباء حسينا بعض النقص فيه ولكن الحمد لله لأننا ما تلاقينا مع أحبابنا ما تلاقينا مع أخوتنا في هذا الوقت نعودوا يعني تقانينا هنا ندحو ثلاثة عياد أربع عياد في الدار هذه النوباء فرضت علينا الوقت وفرضت علينا إرادة الله عز وجل على أننا كلها يعيد في بلده الحمد لله هذه كامل الإجراءات الاحترازية اللي وقته هذا كامل كانت في مصلحة نوب مصلحة يعني أهل نوب مصلحة أولادنا ذو هم الحمد لله كنا منين بغينا نجيبوا قزاري اللي يذبح فكانت يجب أنها توفر في الشروط اللي من ضمنها أنه أولا يكون مزوز تيست ديال كورونا يعني خالي من الأعراض ثانيا يعود حاصل على شهادة رخصة من السلطة المحلية اللي يتأهلوا للذبح ثالثا عنده بادش اللي فيه معلوماته في أمره ثالثا متوفر على أدوات الوقاية من ليجات ومن كمامة من معاقم من ذاك كامل اللي ما يقد يعني يعني أنه تتوفر فيه أمور لما ينقلنا مرض ما يعود نقي للمرض ومن نحن قاعد ينقلوا الواحدين ثانين اللي يذبح لهم عيد ثاني فالحمد لله هذه الأمور متوفرة في هذه القزارة اللي يلقينا يعني أنهم زوزوا تيست وأنهم حاملين يعني إحنا منين جاني باش وقف لو ودت ووش عندك هاي الشروط اللي ما عندك قال لي عندي شفتهم بعيني تفضل لذبح والحمد لله هي أجواء لم يعهدها على كل حال من ألف أجواء الفرحة والغبطة واللمة العائلية التي طبعت فيما مضى هذه المناسبات الدينية أجواء خيمت عليها تداعية جائحة أفقدت العيد طعمه ولسان الحال أضحى مستحضرا قول المتنبي عيد بأي حال عدت يا عيد بما مضى أم بأمر فيك تجديد ترجمة نانسي قنقر